استمرارا للتوتر المصاحب للحملة التركية في دول الجوار أعلنت وزارة الدفاع التركية أن جنديين تركيين آخرين قتلا في عمليات عبر الحدود في سوريا والعراق ليرتفع عدد ضحايا الجيش التركي في مطلع الأسبوع إلى أربعة قتلة اثنان منهم قتلا في هجوم في منطقة إدلب شمال غرب سوريا فيما قتل الثالث متأثرا بإصابته في وقت لاحق أما القتيل الرابع فسقط في شمال العراق بعد هجوم شنه مسلحون أكراد على عربة عسكرية تركية هل تدفع الخسائر البشرية أنقرة إذن لإعادة حساباتها؟ معنا الآن من أربيل الخبير العسكري والاستراتيجي إحسان القيسون مساء الخير أستاذ إحسان مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار خسائر كبيرة نسبيا فيما تعلق بما تعرضت له تركيا مقتل هؤلاء الجنود سواء في العراق أو في سوريا هل هذا سبب كافي بالنسبة للسيد إردوغان لإعادة التقييم تقييم كل هذه العمليات العسكرية الجارية خارج الحدود مساء الفلول ياسمين أستاذ مهند وشكرا للاستضافة الكريمة أنقرة تستغل كل حادث مهما كان بسيط لصناعة واقتراع الحجج لبقاءها العسكري داخل الأراضي السورية والعراقية تركيا تتواجد على الأراضي العراقية السؤال هل هي حقيقة لمواجهة حزب العمال أم حزب العمال هو ذريعة لتحقيق أهداف وأطماع مستقبلية تركية في بعض الأراضي العراقية هنا السؤال أنا كمحل العسكري أتوقع هذا فإذا على أنقرة الآن على أنقرة أن تحسن سلوكها اتجاه العراق حكومة أنقرة تنتهك السيادة العراقية لا تحترم مبادئ حسن الجوار تنتهك كل القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية بوجود قطعات عسكرية داخل الأراضي العراقية بحجج واهية وأيضا هنا أستاذ مهند على حكومة العراقية أن تترك الكواليس المظلمة الكواليس المظلمة وأن تجد لها مقاربة جديدة لمواجهة وهذا هو السؤال الأصلي الأساسي أستاذ أحسان التواجد العسكري والعبث التركي تماما ما تقوم به الحكومة العراقية يعكس الكثير لأن الحكومة العراقية دعت أنقرة دعت وزير الخارجية التركي إلى قمة بغداد وقبل ذلك بيوم كانت تركيا تقصف الشمال العراقي كيف نفسر هذه المواقف المهادنة دعنا نصفها من قبل الحكومة العراقية هناك كواليس مظلمة أستاذ مهند كثير في العراق فلذلك أنا هنا أوجه كلامي للحكومة العراقية يجب أن تجد مقاربة جديدة لمواجهة التواجد العسكري والعبث التركي داخل الأراضي العراقية وعدم الاعتماد على المجتمع الدولي ماذا عمل المجتمع الدولي في الأزمة اليمنية ميليشيات تستولي على عاصمة وتسقط حكومة شرعية ماذا عمل المجتمع الدولي عندما أرسلت تركيا مرتزقة قتلت الآلاف وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وليس في ليبيا ماذا فعل المجتمع الدولي عندما نظام قتل مئات الآلاف وشرد الملايين في سوريا فإذا لدينا نحن عرب لدينا الجامعة العربية الجامعة العربية وهناك مجلس الأمن يجب أن تكون الخطوات حقيقية لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية هذا أنا أعتبره احتلال هل الحكومة العراقية تعتبر احتلال أستاذ قسان؟ هذا هو السؤال ما الذي يمكن للجامعة العربية أن تفعله إذا كانت الحكومة العراقية لا تقول بالحرف الواحد للأتراك أخرجوا من هذه الأراضي كأغنية قديمة يا أستاذ مهند تقول العف فيكم وبحبيبكم العف فينا وليس في الجامعة العربية طيب وأيضا أستاذ مهند عدم الاعتماد على الحليف الاستراتيجي أمريكا تتدخل عندما تقضي مصالحها القومية تتدخل تركت أفغانستان عندما اقتضت مصالحها القومية أن تترك أفغانستان وسلمت الحكم إلى حركة طالبان كأنك يا أبو زيد ما غزيت وأنا أعتبر هذا الانسحاب هو انفجار جيوسياسي خطير جدا شضاياه سوف تصل إلى المنطقة العربية خلينا نعود إلى العمليات في شمال العراق يعني بعيدا عن أم كلثوم خلينا نعود إلى العمليات في شمال العراق لأنه العمليات التركية توسعت في مخمور الآن هناك حديث وتهديدات تلميحات إلى أنها ربما تشمل منطقة سنجار إذا كان هذا صحيحا وتم توسيع العمليات لتشمل هذه المناطق ما الذي يعنيه ذلك تحديدا مع العلم أن هناك فصائل من الحجل الشعبي في هذه المنطقة أستطيع أن أقول لك يا أستاذ مهند ليس من الحكمة الاستراتيجية العسكرية أن تزج بجيشك في حرب غير متكافئة فإذا أبعدنا الخيار العسكري فإذن علينا الجهاب إلى المسار الدبلوماسي والمسار السياسي هناك مجلس أمن هناك جامعة عربية وأيضا يبدو بأن تركيا تتعكز على اتفاق في الثمانينات اتفاق الثمانينات يا أستاذ مهند هو مطاردة القوات التركية بعمق 11 كيلومتر وبقاءها في الأراضي العراقية ليس أكثر من 48 ساعة الآن توجد 38 نقطة عسكرية وقواعد عسكرية وبعمق هل أن ولاية الموصل يحلم بها أوردغان يبدو لي أن حلم أوردغان سوف لن يتحقق لأن كل العراقيين سوف يقاتل إذا لن تقاتل الحكومة العراقية هذا الغاز التركي شكرا جزيلا لك أستاذ إحسان القيسون الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا من أربيل